السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وصلاً يا صدقاء في مراجعة قراءات شهر نيسان أعرف مبكراً أنه إحنا عم نعمل مراجعة شهر نيسان بشهر أيلولي يعني شهر أربعة بشهر تسعة بس أن تحضر متأخراً غيره من اللي لا تحضر يعني على أي حال في هذا الشهر قرأت ثمان كتب ثمانية كانوا ثلاثة منهم كتب غير روائية والباقي عبارة عن روايات بعضها قصير بعضها طويل قد أستفيد بالشرح عن بعضها والبعض الآخر ممكن أقتصر في الحكي عنه بشكل سريع لأنه بكون قدمت له مراجعة أو تحدثت عنه في أكثر من مكان على هذه القناة تمام؟ فخلينا نجوف نبدأ بهذه الكتب رح أبدأ فيها بالترتيب أول كتاب رح أبدأ فيه اللي هو كتاب لعب الشطرنج لستيفان زافاييك كتاب لعب الشطرنج لستيفان زافاييك عبارة عن رواية قصيرة جداً ولكنها عبقرية ومؤثرة ما رح أحكي عنها كتير لأنه أنا استفدت في الحديث عنها في أعتقد أعداد لعبة شهر ماي شهر آيار أيضاً تحدثت عنها في كتب قصيرة ستنال إعجابك كتب قصيرة كتاب مبدعين سيفان زافاييك في هذا العمل يعرفنا على شخصين فريدين من نوعهم كل واحد فيهم تعلم الشطرنج بطريقة كتير غريبة وعجيبة يلتقيان بشكل غريب على ظهر سفينة في تحدي للعبة الشطرنج تحدي في النفسية تحدي في الأخلاق تحدي ما بين النقيدين فهذا هو العمل الأول العمل الثاني كان عمل تحدثت عنه أتوقع في فيديو نص السنة مراجعات نص السنة اللي هو تحت ضدالة زي زفون عن كتاب خيب ضدني الكتاب قد يبدو لوحة فنية فريدة وتعبدين عليه بصراحة ومع ابو كمار كمان على نفس الشاكلة لكن بصراحة لا القصة ولا اللغة ولا مسار الحكاية والشخصيات أعجبتني خلينا نقول إن اللغة جميلة لكنها مش على دائقتي ما بستمتع بهذه اللغة وخلينا نقول إن الشخصيات كانت مريعة للغاية إحنا في عنا مجدولين وفي عنا ستيفن صح؟ أتوقع اسمه ستيفن ذاك الشخص كان الشخص اللي بيحب مجدولين بصراحة شخص غريبي شخص يعني بيلحقها في كل مكان بتطلب منها بعض الأعمال بيضغط عليها باتجاهات معينة لكن ما لقتوش هو بيعمل هذا الإشي لنفسه أو بيضغطوا لنفسه أو بيطلبوا من نفسه أو بيقبلوا من مجدولين على نفسه معظم الناس وصفات مجدولين إنه هي تخلف عن الحب مقابل المال مجدولين فتاة صغيرة وكان عندها شخصيا أمامها بحياتها أعتقد إنه هي لما استقرت على اختيارها كانت هي متأكدة تماما إنه هذا الشخص اللي قدامها بيحبها وما أعتقد إنه هو المال فقط كان لمحرك لأمامي كان معها يعني قدامها بكج زي ما إحنا هلأ بنعمل assessment لأي عريسة بيجي لأي شخصية إنه هذا الشخص شو معه شو إله وشو عليه فهي هذا اللي قدرت تشوفه الحق مش عليها الحق يمكن يكون على أبوها إنه هي ما قدرت تشوف عيوبه لأنه هي أصغر من إنها تقدر تستكشف بتهيئ اللي يعيوبه فبصراحة هذا الكتاب كان خيبة أمل ما حبيته على الإطلاق ولا أقتنع إنه هذا أدب فرنسي يعني أتخيل إنه المنفلوطي تدخل كثيرا في الرواية بحيث إنه لم تعد أصلا ملكا لأنفل سكر مش قادر أستوعب إنه فرنسا المنحلة في ذلك الوقت كان عنده هذا النوع من الرومانسية على أي حال ننتقل الكتاب الذي يليه اللي هو كتاب زوال إسرائيل ولم يكن هو يصلح حالا زوال إسرائيل لبسام جرار في 2022 الأدلة اللي كانت موجودة في هذا الكتاب لم تكن بصراحة مقنعة للغاية وبرضو تحدثت عنه أتوقع في فيديو إعداد قراءات لعبة شهر ماي أو لعبة أيار يمكن تجربوا فيديوهات بسام جرار أتوقع ممكن تكون أكثر إقناعا وأحدث من هذا الكتاب لأنه هذا الكتاب إن كتب لما تم إبعاده إلى مرج الزهور فهو مضع عليه الزمن وفي بعض الأشياء ثبت خطأها موجودة في هذا الكتاب اللي بحاول فيه بسام جرار يثبت لنا إنه زوال إسرائيل رح يبدأ في سنة 2022 بدءا على بعض المعادلات والأفكار الرياضية الموجودة عنده طيب نيجي هلأ على الكتاب الرابع اللي هو مذكرات جورج أورويل ذكتها بفيديو لسير ذاتية مختيفة إذا بتحبوا تروحوا تشوفوا لكن بشكل مختصر بقدر أقول إنه مذكرات جورج أورويل نشرت جميع ما دونه جورج أورويل سواء كان صالح للنشر أو غير مخصص للنشر تجو لسة الصباحية الخاصة فيه وما إلى ذلك بعضها كان من الممتع قراءته وبعضها كان من المملع ببيض الدجاج معه بصراحة فإذا كنت أنت من المغرمين بجورج أورويل ممكن تكون مهتم بشراء هذا الكتاب وممكن تهتم بقراءته من مكتبة عامة إذا ما كانش فضولك عدد البيض اليومي للدجاج عند مزرعة جورج أورويل قدش لكن ممكن نوع الحياة اللي كان هو يعيشها جورج أورويل بهاي الفترة يحيي لك من وين هو استوحى كتاباته الكتاب الذي يليه اللي هو كتاب الحقيقة والكتابة بقدرش أحكي كتير عن هذا الكتاب إلا إنه هو عبارة عن كتاب يعلمك كيف تصف في الرواية بشكل يقنع القارئ بأنه يرى يحس يشم يستخدم حواسه مع أبطال الشخصيات وليس أن تكون مجرد كاتب حكاء تحكي وتحكي وتحكي بدون ما تحس إنه إحنا قدرنا ندخل معك إلى المشهد مكون من عدة مقالات وفي نهاية كل مقال راح تلاقي بوثينا العيسة جهزت لك مجموعة من المهام اللي يفترض إنك أنت تطبقها حتى إنه إنت تستوعب أو تستفيد الناس اللي بيحبوا الكتابة وخاصة كتابة الروايات هذا الكتاب مهم جدا جدا لكم ومفيد للغاية بحيث إنه قادر إنه يطور من محتوك ينبهك لأمور ممكن تكون أنت غافل عنها فأنصح به وبشدة وخاصة إنه قصير ممتع وفيه أمثلة العديد من الأمثلة اللي ممكن تساعدك في أثناء تعلم الحرفة طيب هلأ الكتاب اللي وراء كان كتاب صورة عتيقة لإزابيل أليندي وهو الجزء الثاني من سلسلة كتبتها إزابيل أليندي تبدأ بابنة الحط وتنتهي ببيت الأرواح ابنة الحط كنا بنعرف أن هي بتكون بطلة الفتاة إلزا سومريز بينما صورة عتيقة الحكاءة فيها راح تكون حفيدة إلزا سومريز وحيكون اسمها إيرورا ديليبايا حنتعرف فيها على العائلة الثانية اللي هي هاجرت من شلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية البطلة إيرورا يمكن ما بنشوفش الأحداث الكبيرة والمميزة اللي حصلت معها إيرورا هي فقدت ذاكرتها تقريبا على عمر الخمس سنوات لأنها تعرضت إلى موقف كتير كان سيء أو حالة صادمة خلتها تفقد ذاكرة في تلك الفترة وانتقلت للعيش مع جدتها الأخرى في هذه الفترة إحنا نتعرف على إيرورا أكتر وعلى العائلة الأخرى أكتر وتأخذنا معها إيرورا في مجموعة مغامراتها وتحليلها للشخصيات اللي عم تلتقي فيهم في العائلة ونمط العيش في تشيلي وغيرها من الأمور ففعليا أنت ما بتحس أن إيرورا هي بطلة الأحداث وإنما إيرورا هي اللي بتنقل لنا ما حدث في محورها لما اطلعت على تقييمي لقيتها أربعة نهاية ثلاثية والغريب أني أنا بلاقيها أنه هي ممكن هلأ حسب ذاكرتي الجزء الأقل من الثلاثية بس كانت ممتعة وكانت مفيدة في التعرف على تاريخ تشيلي وكان من المؤلم أنك تشوف هذه الفتاة الهادئة شو الأمور التي مرت عليها والصورة عتيقة أعتقد أنه هاي الصورة مش صورة البطلة أنا أتوقع أنه هاي الصورة هي صورة والدة البطلة في ناس حيقولوا يعني هل أنه لازم أقرأهم بالترتيب وإنت حتحرق عليك بعض مصائر الشخصيات إذا أنت ما قرأتهم بالترتيب خاصة إذا أنت بتحفظ الأسماء للتشيلية هوني رح نلتقي بشخصيتين اللي هني شخصية نيفيا وشخصية بيرو ديلي باي ورح نكمل معهم ومع أحفادهم في بيت الأرواح فزي كأنه كل عائلة عم بتسلم عائلة ثانية وفي كل عائلة إحنا مننتقل عبر ثلاثة أجيال على الأقل يعني الجدة، الإبنة والحفيدة على الأقل فالكتاب القصة رائعة وهي قصة أجيال بس بدك تاخد في عين الاعتبار أنه إزابل ألينتي تكتب بلص 18 هلأ رح نروح لإيكا دولي إيش لحنان داشين الكتاب مش معي استعبته من شومان وهو الجزء الأول من أتوقع ثلاثية أو خماسية كتبتها حنان داشين في عالم الفنتازيا الجزء الأول بصراحة لم يعجبني وأخي بظني رح أحكي عنه بتفاصيل أكتر في فيد رح أحصصه لكتب أستعيرها أم أشتريها أحط فيه مجموعة من الكتب وأنصح فيه استعارتها أو الشراءها هو كتاب فنتازيا وبعرف أن اللي رح أحكي أنه هلأ عن الكتاب إيكا دولي رح يزعي الماس خاصة إذا كان هذا هو الكتاب هو كان مدخلهم لعالم القراءة لكن القصة نفسها مرتبكة يعني واضح جدا أن الكاتبة بدأت من أجل شيء ما وأنهتها بطريقة مختلفة عما بدأتها وكان فيه أشياء موجودة في بداية القصة ما كانش إلها داعي إذا كنت حتنهيها بهذه الطريقة وما كان إلها أي مبرر اللغة ما كانت يعني كانت عاديا ما كانت سيئة بس مش من النوع اللي أنا ببهرني حسيت أنه ثيم الموضوع الخفي يعني الرسالة الخفية اللي كان يفترض أنها توصل لنا إياها الكاتبة عن الحشمة والأخلاق هي اللي تغط على موضوع القصة وهي اللي قادة أحداث القصة في حين أنه هي لازم عملت القصة وأخفت الموضوع في داخلها أسهل من أنك أنت تعطي اللقمة هيك بشكل واضح للمطلقي بس فيه ناس بحبوا أدى أنه عمل الأدب مفيش مشكلة حاولت أني أشوف رد فعل بناتي يعني أعطتهم الكتاب حتى أنهم يقرؤوا فأنه كونه الكتاب موجود في شومان عند البالغين ما شفته عند الأطفال وسألتهم إذا بتحبوا أن أستعركم الجزء الثاني هما كانوا عانوا معنا حتى يخص الجزء الأول سلمة يعني وما إبلد أنه أنا أستعر لها الجزء الثاني من القصة بقدر أقول كمان عن القصة أنه شخصية البطلة كانت مستفزة نوعا ما هي يفترض أنها محاربة وانتقلت إلى هذا العالم عالم بتم اختيارك أنت فيه من قبل الكتب حتى تروح تحمي كتاب ما فبيجي سقر بيحمي لك من عالمنا الواقعي وبينقول لك لهذا العالم الخيالي نبدأ إحنا مع البطل اللي بيوصل هاي الأرض وهاي المحاربة انتقلك قبله بسنة فمنلاقي إنها هي مغفلة مش قادرة تحمي حالها مش قادرة تتصرف أي تصرف صحيح دائما بتلجأ لهذا الشخص حتى إنه يحميها أو يساعدها ما عندها أي قدرات خاصة فما بعرف يعني حسيت إنه أكيه سابقته بسنة بهذا العالم وما تعلمت إشي فكان الموضوع نوعا ما مستفز بس هذا اللي بدي أحكي عن كتاب إيكادولي فهو للأسف كتاب خيب ظني هل سأقرأ الحلان لشي مرة أخرى ما بعرف ممكن إذا أقنعتوني بالتعليقات ممكن أحاول أخذ له كتاب آخر لكن ما أظن أني أحاول أرجع له هذه السلسلة طيب الكتاب الذي يليه كتاب أيضا مستعار نجمان اسمه الطائر في داخلي يطير حيث ما شاء تحدثت عنه في فيديو أيضا منتصف السنة قراءات منتصف السنة وقلت إنه هو من أكثر الكتب القصيرة اللي بتستحق إنك أنت تقتنيها كتاب بيحكي عن سيرة حياة الفنانة اللي رسمت هذا الكتاب قديش طبعا هي مرت في مرحلة صعبة أمها كانت مريضة ثم الفقد ثم فكرة التخلي عن الدراسة ثم فكرة إني أنا أصبح فنانة حتى كان كأنها كانت المجتمع السويدي مش بتأكد يعني كانت مش هالكتير مقبولة كسر جمود التواصل ما بينها وما بين والدها والقدرة على التواصل الصحيح فيما بينها فيما بينهما كيف إدرت إنها تحللها عدة مشاكل مختلفة وتجعلها الشخص التي هي عليه الآن فالكتاب كان جميل مليء بالصور وحيوي للغاية ومؤثر عن جد في المشاعر هيك إحنا بنكون خلصنا قراءات جاهر أربعة بتمنى إنه تكونوا ضغطوا بعض الكتب الموجودة إلى قائمتكم لاعب الشطرنج والحقيقة والكتابة صورة عتيقة إذا بتقرأوا بلس 18 هذه من الكتب التي أوصي بها من ضمن المجموعة التي ذكرتها بالإضافة إلى الطائر في داخلي يطير حيث ما شاء أشوفكم معنا خير وسلامة في فيديو جديد قادم ضلوا إيجابيين حقي أحلامكم رب يغفر لي والي والدي رب يرحمهما كما ربياني صغيرة سلامة سلامة